احتفلت رعية الروم الملكين الكاثوليك في مدينة العقبة بعيد أخوية أم النور من خلال القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران كيرجزيف جبارا كلي الوقار رئيس أسقفة باترا وفلادلفيا وسائر الأردن وشارك في هذا الاحتفال الأب إبراهيم حجزين كاهن الرعية بحضور الراهبات لشويريات ولفيف من أبناء الرعية وتحدث سيادته في العظا عن تكريس الأخوية الذي تزامن مع عيد دخول السيدة العذراء للهيكل مشددا على دور الأخوية الذي لا يتمثل فقط في سماع كلمة الله بل وطاعتها وفي نهاية القداس تفضل المطران جبارا بتقديم أيقونة العذراء لأعضاء الأخوية التي قدمت من جانبها لسيادته أيقونة مماثلة شاكرين له حضوره إلى الرعية